اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد ان العلاقات البحرينية سيرلانكية تواصل البناء على ما تحقق من وستويات متقدمة من التنسيق والعمل المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سيرلانك الديمقراطية الاشتراكية الصديقة على كافة الاصعيدة والعمل على تنمية اوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بما يحقق الاهدف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله بقصر الاغذيبية بحضور معاني الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة سيدة برديبا برالغاني سارام سفيرة جمهورية سيرلانك الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها في المملكة حيث نوها سموه بجهودها في تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الصديقين متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهمها المستقبلية من جانبها عربت سعادة سفيرة جمهورية سيرلانك الديمقراطية الاشتراكية لدى البحرين عن شكرها وتقديرها لما يوليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حافظه الله من اهتمام وحرص بتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين متمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والزهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة